السلام عليكم مباشرة وبدون مقدمات دائما وفي كل الأمراض نقول الوقاية خير من العلاج مرض السرطان هو مرض العصر الذي يخاف منه الجميع حتى أنهم يخافون من ذكر اسمه ويقولون ذاك المرض وعندنا بالعامية يقولون هداك المرض وقد تضاعف عدد الإصابات بمرض السرطان أربع أضعاف خلال السنوات الأخيرة والأمر يعود لأسباب أهمها اتباع نظام حياة ونظام تغذية خاطئين وغير صحيين وأيضا السموم الغذائية والسموم البيئية والمشاكل الهرمونية والضغط والتوتر النفسي هناك طرق بسيطة وغير مكلفة للوقاية من مرض السرطان السيدات يفقدنا كمية من الدم شهريا بسبب الدورة الشهرية الرجال لا لذلك ينصح الرجال بالتبرع بالدم أو إجراء حجامة كل ستة أشهر إلى سنة وخاصة الأشخاص الذين يعانون من أمراض السكري ومقاومة الإنسولين والكبد الدهني والدهون الثلاثية والسمنة وزيادة الوزن والتهاب المفاصل والأمراض المزمنة والأمراض المناعية هؤلاء المرضى هم أكثر عرضة من غيرهم للإصابة بالسرطان وخاصة بوجود ضغوط نفسية يجب الاكثار من تناول أغذية وأطعمة متنوعة خضار وأوراق قضراء وفواكه أفوغادو توت بري توت أحمر وأسود وأبيض فراولة أو فريز وأيضا تناول بروتين حيواني وخاصة الأسماك وتناول الدهون صحية وخاصة المكسرات أما النشويات فتناولها باعتدال وبكميات قليلة يجب تناول البطاطا الحلوة الغنية بالفيتامينات والمعادن وخاصة فيتامين سي وفيتامين اي وأيضا هي غنية بمعدن البوتاسيوم يجب التركيز على تناول عصير التوت والتوت بكل أنواعه وتناول منقوع الزنجبيل هذا المشروب الرائع والمذهل فعلا الذي يساعد في الوقاية من السرطانات تناول عسل أصلي عسل المنوكة ويفضل الحصول على العسل من مصدره الأساسي من الشخص الذي يربي النحل ولديه مناحل يجب الاعتدال في تناول القهوة والشاي كوب صغير أو فنجان إلى فنجان من القهوة وكوب من الشاي يكفي في اليوم هي مشروبات مفيدة ولكن يجب الاعتدال في تناولها والتركيز على تناول شاي أخضر بابونج، قرفة، كركم، زنجبيل، يانسون وهذا ما يعزز من المناعة ويعمل على الحماية من السرطان يجب الحرص على شرب كميات كافية من الماء حوالي 2 إلى 2.5 لتر ماء يوميا وهذا ما يجعل الجسم في حالي أقوى ومنعته أفضل في التصدي لأي بكتوريا أو فيروس يحاول مهاجمته يجب الابتعاد تماما عن السموم السكر الأبيض والزيوت النباتية المكررة السائلة والمهدرجة وتجنب تناول السكريات والحلويات وخاصة في بداية الوجبات فهي تلعب دور أساسي في حدوث السرطان طيب كيف يمكن تدمير الخلايا السرطانية؟ عند تشخيص السرطان من قبل الطبيب ووضع خطة علاج عمل جراحي أو علاج كيميائي وعلاج إشعاعي يجب الالتزام بالبروتوكول العلاجي حرفيا وأيضا تطبيق ما يلي إن تكاثر الخلايا السرطانية ونموها دائما يكون عند الأشخاص الذين لديهم جهاز مناعة ضعيف والمعلومة الهامة هي أن 3-4 أو 75% تقريبا من الخلايا المناعية موجودة في الجهاز الهضمي وتعزيز الجهاز المناعي وتقويته تتم باتباع نظام غذائي غني بالأطعم المضادة للالتهاب هل تعرفون ما هي؟ نعم هي الدهون الصحية يعني المكسرات والأبوغادو والأسماك والبذور وخاصة بذور الشية وبذور الكتان وبذور القرع يجب التركيز على تناول الزنجبيل والكركم وأيضا الفلفل الحار لمن يتحمل تناوله وليس لديه مشكلة صحية تمنع ذلك وأيضا يجب تناول الشاي الأخضر والملفوف البنفسجي والتوت البري والرمان يجب تناول الأبوغادو والمكسرات وخاصة جوز ولوز فهي دهون صحية رائعة وأيضا تناول زيت الزيتون والعصائر الخضراء فهي مفيدة جدا في تنظيف وديتوكس الجسم يجب تناول 2 إلى 2.5 لتر ماء يوميا ومن ضمن هذه الكمية يتم حساب ما يتم تناوله من مشروبات شاي أحمر، شاي أخضر، شاي هندباء، عصير أخضر، عصير شمندر، ومشروب الزنجبيل وغيره يجب إجراء ديتوكس وتنظيف للجسم من خلال الابتعاد عن السموم الغذائية الموجودة في الصلصات والميونيز والكتشاب والوجبات السريعة واللحوم المصنعة والمشروبات الغازية وأيضا السكر والحلويات المصنعة وزيوت القليل المكررة السائلة والمهدرجة ويجب الابتعاد عن السموم البيئية الموجودة في مستحضرات التجميل ومزيدات التعرق والمنظفات التي تستخدم في المنزل وأواني المطبخ وخاصة التناجر والصحون المصنوعة من الألمنيوم والبلاستيك فكل ما تم ذكره غني بالمواد الكيميائية والسموم البيئية يجب تناول البكتيريا النافعة والمخمرات الصحية مثل الملفوف المخمر الغني بالبكتيريا النافعة يجب العمل على تجويع الخلايا السرطانية فغذاؤها هو السكر بشكله الأبيض والبني وهو الذي يساعد على نمو وتكاثر الخلايا السرطانية يجب الامتناع عن السكر والحلويات والعصائر المصنعة أما الفواكه والسكريات الطبيعية فيمكن تناولها بكميات قليلة جدا وباعتدال يمكن تناول الفواكه خاصة التوت البري والتوت بأنواعه والفريز أو الفراولة والأبوغادو والرمان والابتعاد عن الفواكه الغنية بنسبة عالية من السكر مثل الموز والمانغا والأناناس هناك فرصة ذهبية لعلاج مريض السرطان وهي صيام شهر رمضان المبارك وأيضا الصيام المتقطع فعندما يبدأ المريض بالجوع تبدأ عملية تنظيف الجسم ورفع ودعم مناعة الجسم وتخليصه من كل شيء شاذ وضار الخلايا والآفات والأمراض والميكروبات والسرطانات فالجسم عندما يبدأ الجوع يبدأ الجهاز المناعي بعملية الالتهام الذاتي فيلتهم الجهاز المناعي كل ما يجده في طريقه من خلايا متعبة ومريضة وبكتوريا وفيروسات وخلايا سرطانية ويقوم بعملية تنظيف حقيقية وكل ذلك يتم بشرط ابتعاد المريض عن السكر والزيوت المكررة والأطعم الجاهزة والوجبات السريعة والمشروبات الغازية وتقليل تناول النشويات فكلما كانت الوجبات متنوعة وملونة بالخضار والفواكه وغنية بالأسماك والدهون الصحية كلما كانت الفائدة عظيمة من الصيام يجب تناول هذه المكملات الغذائية التي تدعم الجهاز المناعي فيتامين سي حب أو كابسول عيار واحد جرام حب يوميا فيتامين دال ثلاثة عشر آلاف وحدة دولية حب يوميا لمدة شهر ثم حب ثلاث مرات في الأسبوع لمدة أربع أشهر وطبعا كل ذلك بإشراف الطبيب المعالج يجب اتباع نظام حياة صحي الرياضة والمشي النصف ساعة يوميا جزء أساسي من هذا النظام وأيضا النوم المبكر بين تسعة مساء وأربع فجرا أو بين إداعش ليلا وستة صباحا والابتعاد عن التوتر والضغط النفسي الذي يرفع هرومون الكورتيزول في الجسم وبالتالي ارتفاع السكر وارتفاع الإنسولين في الجسم والسكر يؤمن بيئة وغذاء مناسبين للسرطان وهذا يعود كله للضغط النفسي ويجب الابتعاد أيضا عن التدخين والكحول عند الالتزام بالبروتوكول العلاجي الذي يضعه طبيب الأورام والالتزام بكل ما سبق فإن المريض يتخلص من الخلايا السرطانية ومن مرض السرطان بإذن الله التواصل معي عبر واتس أب فقط عن طريق ميزة الانضمام واختيار مستوى الذهبي أحمر فيه واتس أب عذروني لا يمكن الإجابة على العدد الكبير من التعليقات والأسئلة أنا أهتم وأقرأها جميعا وأختار من أسئلتكم مواضيع هامة وشائعة وأسئلة متكررة وأجيب عليها بفيديوهات شكرا لفريق الإعداد في قناتي شكرا لهم جميعا وأخص بالشكر زوجتي الدكتورة أكابر خضور علي استشارية بالأمراض الباطنة والغداد والسكري واختصاصية بالتغذية والتي نعمل سويا في صناعة محتوى قناتي كما نعمل سويا في نفس العيادة وذات التخصص دعموا قناتي بالمشاهدات واللايك والتعليقات وشاركوا الفيديو شاهدوا الفيديو أكثر من مرة اكتبوا بالتعليقات الاسم وفي أي بلد تعيشون وتقيمون أحبكم جميعا عائلة الجميلة عائلة الدكتور نوار علي بحفظ الله ورعايته